موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بيكم من جديد في كناتكم كريبتو بنت ليمان وقبل اي حاجة بنرحب باشتراك عشر تلاف مشترك وبنعيدكم ان احنا نقدم كل ما هو جديد ومفيد في سوق الكريبتو لو دي اول مرة بتشاهد القناة فكريبتو بنت ليمان هي قناة متخصصة في سوق العملات الرقمية وكيفية ادارة المحافظة البي اي بي عن بعد لو محافظتك اقل من 5000 يو اس دي تي تقدر تنضم مجانا لقناة التليجرام المجانية اللي بيتم عليها طرح مضربات مجانية وبيقدر يحقق فيها 1100% و1400% حسب التصويتات الواضحة امامكم على الشاشة بتقدر تاخد اللينك من صندوق الوصف او تقدر تعمل سكام للبر كود الخاص الموجود امامك ومن خلاله تقدر تنضم للقناة الرسمية الوحيدة مجانا وتأكد ان انت على قناة الرسمية الخاصة بينا بشكل مجاني اما لو محافظتك اكبر من 8000 يو اس دي تي فتقدر تنضم لإدارة المحافظة البي اي بي عن بعد بيتم من خلالها دفع اشتراك 3000 يو اس دي تي بشكل مقدم وبيتم ادارة المحافظة عن طريق المعلومات المباشرة اللي بنقدمها لحضرتك عن طريق اهم المضربات المجانية والعملات المهمة في سوق الكريبتو بيتم من خلالها تأسيم الربحة عن طريق 60% لمحافظة حضرتك وبنخلالها بنشوف الاتراحات السليمة اللي بتوجه المحافظة للربح بإذن الله لو بيهم حضرتك الاتصال تقدر تتواصل معنا عن طريق الرقم الوحيد الظاهر على الشاشة النهاردة عايزين نتكلم في حلقة مهمة جدا فهريت فنجان القهوة الخضرة ورق أو قلم وتركز معايا انتظرونا بعد الفاصل كل سوق وليه أسرار وكل مهنة وليها أسرار العملة بتاعتنا اللي بنزلها في كل حلقة عملنا أبديت بس مع بعض ونشوف مع الدايرة الزرق اللي موجودة تحت التجميع الشديد اللي موجود حاليا في العملة بتاعتنا العملة دي هي مختصة فقط لعملات المحافظة البي اي بي فلوم محفظتك 8000 USDT بتعمل معنا اشتراك سنوي بقيمة 3000 USDT مدفوعين مقدما بنعمل بال5000 دولار المتبقين في المحفظة أو ما يزيد عن ذلك عملية اختيار مناطق الدعوم الجيدة لهذه العملة في الشراء وتجهيز المحفظة بالدعوم الخاصة بيها لحين ارتفاع العملة وارتدادها للمناطق السعرية اللي موجودة أعلى الشرط اللي احنا عليه اللي تقدر تضمن لك ارتفاع بقيمة 1800% ده ما بيحصلش في يوم ولا في اسبوع وممكن ما يحصلش في شهر الكلام ده بيحتاج صبر كبير ولكن النتائج اللي فيه بيكون نتائج كبيرة أيضا جدا فلو محفظتك 8000 أو أكتر من ذلك عندك خسائر في المحفظة تقدر توقف النزيف محفظتك تواصل معنا عن طريق الواتس الرقم اللي موجود في الديسكريبشن نقدر نتواصل معاك سواء اذا كان زوم سواء اذا كان معاك كبوتيم سواء نقدر نتواصل معاك عن الواتس دايما بيتم التواصل عن طريق اتصال مباشر في الأول بعد كده بنقدر نعرف تفاصيل خاصة بمحفظتك ونقدر نوجيهك للاتجاه السليم واضفتك في الـ VIP إدارة المحافظ بتكون إدارة مباشرة ما فيهاش أي باسورد ما فيهاش ربط للمحفظة أنت اللي بتدير كل حاجة بتوجيهات مباشرة مننا لحضرتك تعالوا بقى نشوف حلقة النهاردة المهمة الشيقة بإذن الله تعالوا مع بعض نتابع ورجعنا لكم من جديد ونشوف أخبار السوق عامل إيه النهاردة احنا شغالين في تريليون مية تمانية وعشرين مليار خمسمائة اثنين وتمانين مليون تمانية وتسعين ألف دولار أمريكي بالنسبة لآخر 24 ساعة من التدولات فاحنا تسعين مليار اثنين وخمسين مليون ربعمية وسبعين ألف دولار أمريكي البيتكوين بيقل الاستحواز عليه يصل أربعين بوينت أربعة واربعين في المية أما الإيسيريا مفزاد برقم جيد وتسعة عشر بوينت سبعة وعشرين في المية عشرين ألف خمسمائة وتلاتة عملة رقمية هي عدد العملات الموجودة في سوق الكريبتو المسجلة بالكوين ماركت جميل النهاردة عايزين نشوف الإيسيريام كلاسيك ودي حلقة لكل شخص سمع حلقة الإيسيريام وما قدرش إن هو يشتري عملة الإيسيريام لإن محفظته تعتبر صغيرة لأنه لنهاردة الإيسيريام في 1700-1600 رقم مش سهل على محافظ ممكن تكون محافظ صغيرة لكن ممكن الأمل يبقى بالنسبة لك في الإيسيريام كلاسيك تعالوا نشوف تحللنا في الإيسيريام كلاسيك ونشوف إيه اللي بيحصل هناك حاليا الإيسيريام كلاسيك هو في الترتيب رقم 19 في الكوين ماركت شغلين على 37.92 بعدما زرنا مناطق الاربعينات وبدأنا نرجع تاني ننزل أنا شايف إن الفترة اللي جاية وده يكون في تحليل البكوين مش هنشغلكو بيه ولكن فيه هبوط جاي أوكي بذات 10 أغسطس هنشوف القصة دي فيها إيه أنا وانتم مع بعض فبالنسبة لنا أعلى رقم في الأول تايم هاي كان 176 دولار وكان أقل رقم عندنا 45 سنت ده بالنسبة لإيسيريام كلاسيك طبعا تقدر قبل ما تعمل أي حاجة تقدر تخش على الإيسيريام كلاسيك وتشوف كافة المعلومات اللي تقدر تاخدها من أساس الموضوع وهو الموقع الإلكتروني الخاص بهم وعلى أساس الموقع الإلكتروني تقدر تحدد هل تحب إنك تشترك في عملة وتحط فيها رأس مالك وتنتظر فيها الأرباح أو إن من الويت بيبر أو من المعلومات الأساسية اللي أنت هتقراها وتتبعها تحس إن الموضوع مش هيكون مناسب لك فتسيبه وتنشي وتتجه في عملة ممكن تكون أفضل بالنسبة لك وفيها ربحية أكتر فالموقع الإلكتروني عليك إنك تطلع عليه وتراجع معلوماتك قبل ما تاخد قرار الشراء مش بس في الإيسيريام كلاسيك لأ في أي عملة تاني تعالوا بقى نشوف الشرط ونتكلم على أهم أماكن في شراء عملة الإيسيريام كلاسيك والاتجاه الجيد اللي إحنا منتظرين أنا هنا معاكم في الإيسيريام كلاسيك على باينانس الأي تي سي على اليو اس دي حاليا إحنا في السبعة وتلاتين سبعة وسبعين عملنا حلقة عن الإيسيريام كلاسيك لما كان موجود في هذه المناطق وقلنا إن هذه المناطق مناطق هامة للشراء عند الثلات عشر اتني أربعة وعشرين ونزل كمان هو للاثناشر سبعة عشر ودي كانت فرصة أكثر من رائع لأي شخص كان نفسه إنه يعمل عملية هولدينج لعملية الإيسيريام كلاسيك لأن كان بدايات الإيسيريام كلاسيك في الحركة أول لما كنا بنتكلم عند السبعة دولار فإن إحنا نوصل لغاية الثلات عشر والاثناشر فإحنا كنا قربنا من مواقع مهمة جدا في عملية شراء هذه العملة وأنا دلوقتي بديك الخطوط المهمة في عملة الإيسيريام كلاسيك وبنشوف إيه هي الاتجاهات اللي ممكن ناخدها ونطلع فيها بإذن الله ونحقق كمان منها أربعة الفترة اللي فاتت دي كلها أنا بنتكلم على معدل شهر أو شهر ونص آدي الماكن المبتدئة اللي إحنا كنا شغالين عليها فبنتكلم إن إحنا من التلات عشر خدنا اتجاه كويس جدا للتلاتة وعشرين خدنا اتجاه كويس جدا للاتنين وتلاتين خدنا اتجاه للخمسة واربعين بعد كده نزلنا في التصحيح والتصحيح ده هيكودنا إلى غبوط هيرجع بنا شوية تاني الحالة دي تقدر إنك تشتري العملة وياريت تبقى تتابع المضاربة اللي احنا هنزلها على عملة الإيسيريام كلاسيك بحيث تتعلم أنت ممكن تشتري إزاي العملة دي اللي أنا شايفه إني لو أنا النهاردة ما كانش عندي إمكانية أشتري من 1700 عملة الإيسيريام فالإيسيريام كلاسيك هي عملة مهمة النهاردة إن أنا أقتنيها طيب ليه بنقول عليها مهمة هل مهمة عشان خاطر إنها هتكسبني أرقام مثلا ولا حاجة معينة كده أنا ممكن أكسبها فهقول لك لا أنا عايز أوصل لك معلومة مهمة في العملة دي إحنا زي ما إحنا شايفين كده أنا خدت بالنسبة لنا الويكلي تمام 181 طبع دولار ونرجع تاني هنا 130 تمام وهننزل مع بعض كمان في الكوليدور السوير ده تمام عشان نوصل للـ 118 عايز أقول لك على معلومة مهمة وهي كل الناس دلوقتي بتحاول إنها تعرفها إيه هي بقى النهاردة الإيسيريام لما يتنقل على شبكة جديدة الشبكة دي مش هتسمح للمعدنين اللي عندهم أجهزة فائقة الشغل بأرقام كبيرة جدا إنها تعدن تاني عملة الإيسيريام ليه؟ لإني ده قصة تانية في الشبكات أنا مش عايزة وجعدمات بيها عشان مش هتكون مفيدة بالنسبة لك لو أنت راجل مش معدن والقصة دي مش تبقى أنت مهتم بيها أساسي طيب إيه لي يفيدني أنا؟ فأنا استفدتي هتكون في المنطقة دي من شيء مهم جدا أني بنسبة 90% هيكون معظم توجه أجهزة التعديم الخاصة بعملة الإيسيريام على اتجاه الإيسيريام كلاسيك إذن عندي فيه احتمالية كبيرة جدا لحاجة مهمة وهي ارتفاع الهاشريت الخاص بعملة الإيسيريام كلاسيك لإني هيتنيل عليها كمية كبيرة من الأجهزة في عملية التعديم وإيه أقربهم؟ لإني فيه 10% توقع على الليتكوين وده ممكن يسبب ارتفاع الليتكوين كمان فهي عملة مهمة وهنتكلم عليها ونشوف إيه اللي ممكن نقدر نستفيد منه لأن الليتكوين برضو هي في أماكن قريبة مش بعيدة يمكنية ممكن نقول في الستينات خمسينات دلوقتي تمام بس فيها برضو شغلة قيل فلازم تكون موجودة بفكر كويس لأنها ممكن تعمل معك 1000% ارتفاع عملة أيضا مهمة ولكن خلينا نتكلم بنسبة 90% في الإيسيريام كلاسيك إن الهاشريت أول لما يبدأ ارتفاع بشكل كويس جدا مع ارتباط هذه العملة اللي هي الإيسيريام مع ارتفاعات الإيسيريام كلاسيك اللي هتكون مصاحبة لارتفاعات الإيسيريام بعد 19 سبتمبر تاريخ التعديل الخاص بالشبكة بلس الهاشريت اللي هيجي من التعديل من الأجهازة اللي منقولة بكمية ضخمة وارتفاع مفاجئ في الهاشريت ده ممكن يخلينا نوصل زي الصورة اللي أنا واريتها لك دلوقتي أعلى من 181 وممكن نحقق كمان كسر all time high في وقت في عملات تانية مش قادرة تتحرك من مكانها ولا تستهون أبدا بهذه التجميعة اللي انت شايفها قدامك دي كل التجميعة دي كده تمام احنا هنا على شرط الديلي خلاص دي تجميعة مهمة من أساس التجميعة دي بدأت اللي انطلاقات لربعمية في المية والحلقات اللي أشارنا فيها زمان اللي اتكلمنا فيها من حوالي شهر ونص قدت لناس مسوطة على البوت اللي عملناه في تحقيق ربعمية في المية مكسب في عملة الإسيريام كلاسيك في أثناء فترة صعبة وحالكة انك تقدر تحقق أربع إذن لو أنا محفظتي مقدرش ان أنا يعني مثلا معي 1700 دولار اروح اشترك قطعة إسيريام واحدة أنا شايف ان لا أنا لو معي 1700 دولار أو 1000 دولار ما اشتريش نص قطعة أنا شايف اني أخش إسيريام كلاسيك وأخلي الإسيريام كلاسيك هو اللي هو صلب المحفظة والعمود بتاع المحفظة الخاصة بتاعتي طب والله يا دكتور احنا معناش الرقم ده وما نقدرش كمان يعني بال1000 دولار نشتري عملة الإسيريام كلاسيك اروح فين بقى هقولك ان الحلقة الجاية وده الجزء الثالث هيكون على عملة الماتيك وارتباطها بعملة الإسيريام وارتباطها في تنفيذ إجراءات العقود وإجراءات نهاء المعاملات فلذلك مع ارتفاعات قوية في الإسيريام هيصحبوا ارتفاعات قوية في الإسيريام كلاسيك هيصحبوا ارتفاعات حتمية في الماتيك فلذلك الحلقة الجاية الخاصة بالماتيك حلقة مهمة جدا لو انت منتظرها فعل الجرس عشان يوصلك الاشعار وتقدر تطلع عليها باذن الله اجمل حاجة معها هو ده الوقت اللي ممكن تعمل فيه السروات هو ده الوقت اللي تخش فيه السوق وتبقى جاهز عشان خاطر تقدر تحقق ارباح باذن الله وانتظروا المضربة الليف اللي هتكون في عملة الاثيريام كلاسيك وايضا في عملة بلوك ومبروك مبروك لكل الناس اللي خدت بلوك من وقت ما قلنا انها عملة مهمة عند ثلاثة 0.003 والحمد لله دلوقت بنلعب عند 0.006 0057 يعني فيه مية في المية لاي شخص تتبع خطواتنا وتتبع التليجرام الخاص بينا او المعلومات اللي بنزلها بايريكت على تويتر فلذلك خش في صندوق الوصف خد لينك في قناة التليجرام او اعمل سكان للبر كود عشان تتأكد انك على القناة الاصلية مش قناة مزورة مش قناة المحتلين وتقدر انك تستفيد من كل المعلومات المجانية اللي بنقدمها اما على التليجرام او على تويتر باذن الله دمتم في رعاية اللي او امنوا كنتم مع قناتكم كريبتو بنت ليمان ولا متخصصة في سوق العملات الرقمية وكافية ادارة المحافظة البي اي بي عن بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته